طيب إيه اللي حصل بقى؟ ضروري يا فهم يعني إيه اللي حصل في مبراطة البنك الأهلي؟ والله والبنك الأهلي والمطش كان غريب شوي يعني إحنا خلصنا مطش الزمالك وكنا كسبانين وكده اللي في الدورة آه أده أنا ما كانش أحسن حاجة في المطش بس كسبنا يعني الحمد لله قبل ما نروح لمطش البنك الأهلي حضرنا له كويس وكل كل كلامنا يعني وكلام المدرب معنا وكده إنها فرقة كويسة لازم ما يفعش استهتار بالمطش ده والفرقة دي فرقة يعني من الفرقة ده الموجودة دلوقتي الجام ده في الدور يعني فلازم المطش ده إن شاء الله إن احنا لازم نكسبه كده بس هوق اليوم ده كان باد لك غريب يعني أنا ما سافرتش أصلا مع الفرقة اليوم ده في اسكندرية كنت مش في قائمة المطش ده يعني بس أنا كنت متابع على طول كان فيه يعني يديه يقف اللعبة كتير قوي في المطش ده يعني بنك الأهلي فرق علينا خمس أهداف ولو حاجة وإحنا جبنا لسكور وفرقه تاني وجبنا لسكور تاني ويعلينا واحد اتنين وتعادلوا معانا فهو فكرة إن المبارات جد بعد دير فوز على الزمالك على طول كانتون تو في مرحلة اللي هو إيه أنا خلال أنا وصلت لأقصى حاجة في مبارات الزمالك فباه ده القرب بين المباراتين هو اللي كنت هادين شوية يعني هو مش شروع الحافز ما كانش عالي كان إحساس إنه هو كان فيه ممكن قال حماس ما ما كانش أعلى حاجة مثلا في المبارات بس كان فيه برضو عدم توفيق كبير أهو عشان دي في الأول في آخر ده كاس فلازم كنا نكسب لما تساطي الكاس ده هو مطش واحد وبتخرج وإحنا كنا عايزين طبعا إن إحنا نجمع بين الدوري والكاس برضو الموسم ده ترجمة نانسي قنقر